كنا على البرندا عم ننشر الغسيلات وكان جاي يبدو يروح الحديقة كان لسه بداية الأزمة تقريبا فكنت عم قل له ما في روحها كان عامل أزية فأنا قبل قل له قلت له ما في روحها أمام الله يخليكي نروح ما نروح فصار الاشتباك عنا بالمنطقة ودخلت القزائف لعندي على البرندا إجت بي أحمد وكانت يصابت أحمد أنه ينشالي هو كان وقت يمشي كان هو يروح يجيب خضرة البيت أول شي أنا ما بعرف أنه كان بيعملوا هالمساعدات أول شي لما أنه جماعة اللي قالوا لي يعني أهل الخير هنا نحطونا قصة أحمد بالهلال الأحمر فأول شي قلت له ما بعرف فوقت اللي صارت القصة جدية يعني عن جد تغير كل شي يعني لسه الدنيا بخير بدي أسعى شوف وضعه كيف قدر تابعه ولا أنه دي يظل هيك يعني ما بتمنى أي وحدة تكون تنحط موقف اللي نحطيت أنا فيه مرينا بكتير تجارب صعبة وقاسية واختبرت كتير ناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر